قسيس عزة هذه السلسلة يعني دايما بدور حول الموضوع أنك أنت بتحاول تبرهن وتثبت من الكتاب المقدس طبعا صحة الكتاب وشو المفهوم من هذه الآيات اللي لأول مرة شخصي ممكن بيقرأها ممكن تكون معلومات وسطحية حول هذا الموضوع شو اللي قادك أنك تعمل هذا الموضوع ليه سدان يا سيس نظار أنا حصيت بتساكل من الرب فعلا يعني بدأت بأسئلة تجيني من الناس كتيرة جدا فروحت بدأت بالكتاب اللي هو أصعب الآيات في الكتاب المقدس ومجرد ما الطبع لقيته انتشر بصورة كبيرة جدا وبدأت الناس تطالبني بالمزيد من الأسئلة فقلت يا رب اللي هتدهولي من عمره ومن صحة أنا خصصه للجزئية دي بالذات وأشكر ربنا طلعت بعد كده اللي هو إله العهد القديم إله الدماء اللي فيه مشكلات كتيرة في الحروب في العهد القديم وأنا حاسألك على نفس السؤال على فكرة يعني أنا كمان النقطة التانية أنت إنسان مشغول جدا يعني رعاية تكنيسي كبيرة نشكر رب من الرب صالح لرب شرفنا أكون فيها عدة مرات فمرات بتساءل من أين الوقت أين لك ده أنت يا أسيس نظار بتعمل خدمات ملهاش أول من آخر وسيد العارفين يعني أولا أنا بقول يعني وإحنا بنختبر ده إن بركة الرب سداني بركة الرب يعني مرات الناس أنا أنا بتساءل نفس سؤال الأسيس نظار بيجيب منين الوقت يعمل البرامج دي والنهضات دي والزيارات دي وإلى آخره في كل مكان لكن مش بنحس إن هو الرب هو الرب